أفاد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني وأوضح المكتبان في بلاغ مشترك أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب وتحسبا لهذا القرار فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء مضيفا أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المدايين المتوسط والطويل